السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في تجمع الأحبة أنا أماني من قناة أماني الترتير من أمريكا موضوع هذه الحلقة تعليم الصوم للأطفال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيامة كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم الصوم من فرائد الإسلام الخامسة ويجب على كل مسلم أن يعلم أبنائه الصوم من الصغر واليوم من عبر القنوات الموجودة في هذه الحلقة ستقدم لكم وجهة نظرها وكيفية تعليم الطفل الصوم من الصغر لا تنسوا من متابعة هذه الحلقة وضع لايك واشتراك وكومنت ستجدون إن شاء الله في صدق الوصف وأول قناة هي قناة أماني من أماني الترتير من أمريكا ومشاهدة ممتعة لهذه القنوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل به القرآن صدق الله العظيم يجب على كل أب وأم أن يعلموا أبنائهم الصيام من الصغر في البداية يكون بالصوم المؤقت حتى لا يكرهوا الصيام ويكون ذلك بصوم عدد ساعات معينة حسب عمله للطفل ويفهم الطفل أن الصوم لله سبحانه وتعالى وليس للبشر الصوم عن كل شيء ما يغضب الله سبحانه وتعالى وليس فقط الطعام والشراب وأيضا ولا تنسوا القراءة القرآن والصلاة برمضان الصوم هي عبادة نعلم الأطفال لنا منذ الصغر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أمان الترتير من قناة أمان الترتير أما الآن سننتقل إلى مصر ومن خلال قناة عالم ماما دداء الجميلة والمميزة جدا ولا تنسوا متابعة هذه القناة وضع اشراك ولايك وكومنت ستجدونا إن شاء الله في صندوق الوصف والاستماع إلى المعلومات المفيدة جدا التي ستقدم لنا عن تعليم الطفل الصوم منذ الصغر ومشاهدة ممتعة لقناتها هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلب ماما دداء أنا اسمي قناتي عالم ماما دداء وأتمنى تنوروني في قناتي المتوضع والنهاردة هنتكلم عن فريدة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها سيوم رمضان طبعا رمضان شهر كريم اللهم بلغنا رمضان ويعود علينا باليمن والخير والبركات اللهم أمين يا رب العالمين وطبعا لازم نعلمه لولادنا وهم صغيرين لأن الصيام دي أمانة بين العبد وربه فلازم نعودهم أنهم طبعا يبقوا صايمين قدامنا وقدام نفسيهم يعني مش قدامنا يبقوا عاملين نفسهم صايمين ودخلوا في حتة يشربوا أو ياكلوا طبعا لا نعلمهم دي أمانة الصيام ده ربنا سبحانه وتعالى شايفنا فلازم ما نزعلهوش نعلم أطفالنا أن ربنا سبحانه وتعالى شايفنا وشايف إحنا بنعمل إيه واللي بيحب ربنا ما يزعلهوش لازم نعلمه لولادنا وهم صغيرين علشان ربنا يجعلهونا في مزان حسانتنا وطبعا الصيام طبعا جميل جدا للصحة وللمعدة والحاجات كتير ربنا يا ربي كده يجعلهأننا في مزان حسانتنا اللهم أمين يا ربي العالمين وطبعا يا ولاد الصيام لازم نعلمه لولادنا وهم صغيرين جدا مثلا من خمس سنين نسومهم ساعة سبع سنين نسومهم نص يوم ثمان سنين نسومهم مثلا ويقدروا اليوم كله فلازم نعودهم واحدة واحدة وكل يوم في رمضان نزود ساعة التانية تمام اكيد اكيد ربنا يكرمنا وكرمكم ان شاء الله نغلق الان الى دولة الكويت ومن خلال قناة برنسيسا في مملكتي والتي ستقدم لنا جميع المعلومات المفيدة والقيمة جدا عن كيفية تعليم الطفل الصوم منذ الصغر ارجو متابعتها والاستماع الى ما تقوله لنا ولا تنس وضع لايك واشتراك وكومنت ستجدون ان شاء الله في صندوق الوصف ومشاهدة ممتعة لقناتها هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناة برنسيسا في مملكتي وانتوا عارفين ان انا مصرية وعيشة في دولة الكويت وموضوعنا النهاردة عن الصيام مع احلى قنوات في تجمع الاحبة علشان نعلم اطفالنا الصيام في رمضان فهنقول بعض الخطوات كده والنصايح وحاجات بسيطة جدا هيعملها الاباء والامهات علشان نعلم اطفالنا الصيام بكل سهولة واول نصيحة معانا بينصحها الاطباء والمختصين ان يتم تعويض الطفل على الصيام تدريجيا وببطء على ان يحدث ذلك قبل ان يتم الطفل العاشرة حتى تكون لدينا فترة كافية لتعويض الطفل على الصيام فمن الممكن ان ينصوم الطفل لعدة ايام من الشهر حتى ازان الدهر ثم الى ازان العصر وهكذا الى ان يصل الى المغرب اعطاء الطفل مكافأة تشجيعية له بعد صيامه ومدحه واشعاره بقيمة العمل الايماني الرائع اللي هو ام بيه لازم نعرف الطفل بشهر رمضان ونقرأ له القصص اللي بتعزز معاني الصيام لديه طبعا يجب على الام انها تهتم بسحور الطفل حتى يكون لديه طاقة مختزنة تمكنه من اتمام الصيام للطفل يزين معانا المنزل ونعمل اجواء رمضانية جميلة في البيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما الان سننتقل الى هولندا ومن خلال قناة الملكة ورد جوري والتي ستقدم لنا جميع المعلومات القيمة والمفيدة جدا عن كافية تعليم الطفل الصوم منذ الصغر ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها الجميلة جدا والمميزة جدا واستدرجونا ان شاء الله في صندوق الوصف ومشاهدة ممتعة لقناتها هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم متابعي قناتي قناة الملكة والجوري كوينجوري من هولندا مثل ما عودناكم بتجمعوا الاحبة كل اسبوع نحكي عن موضوع مفيد وفق سلسلة تعليم الاطفال مبادئنا واخلاءنا الحميدة هالاسبوع عنا الصوم تعليم اطفالنا الصوم بطريقة السلسلة بطريقة كتير سهلة وسريعة وممتازة لكل الاطفال طبعا هذا الشي بيجي درجة درجة يعني حسب عمر الطفل في عنا اطفال صغار بتحب تصوم ليش لأ خلينا نعوضهم على الصيام ولكن بمراحل ودرجات يعني الصوم للطفل حسب عمره ايام بيكون صغير يصوم للظهر واللي اكبر يصوم للعصر واللي اكبر يصوم للمغرب اذا بيقدر وطبعا دائما لازم نحفزهم على استلاة وع قراءة القرآن وخصوصي بشهر رمضان لانه شهر العبادة وشهر الصوم والبركة وكطريقة حلوة واذا بديك تجزب طفلك للصوم دائما شجعي انه بنهاية رمضان في مكافأة لالك وهي بتكون العيد بالعيدية اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اللهم امين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما الان سلنتقل الى التركية ومن خلال قناة روتين تيتا والتي ستقدم لنا جميع المعلومات والقيمة جدا والمفيدة عن كافية تعليم الطفل الصوم منذ الصغر لا تنسوا متابعة هذه الحلقة ومتابعة قناتها وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها الجميلة جدا والمميزة ستجدون ان شاء الله في صندوق الوصف ومشاهدة ومتابعة ممتعة لقناتها هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا من قناة روتين تيتا ومقيمة تركية ومثل ما عودناكم احبائي بكل اسبوع مع كجم والاحبة انو نحكي موضوع جديد وبهل اسبوع حابين نحكي انو كيف منعلم مولادنا للصيام والصوم هو عبادة من العبادات ومن الفرائد اللي الله تعالى فرض علينا ولازم نحن نعلم اطفالنا للصيام ونسجعهم على هذا الامر ونعلمهم الصوم بالتدريج على حسب عمر الطفل وانو نعلمهم انو الصيام لرب العالمين مو للعباد مو انو يعطيوا يشبوا من وراء الاهالي انو يصوموا بصدق وهذا الصيام لرب العالمين ونعلمهم انو القراءة القرآن والصلاة وهو فرض من عند الله تعالى والصيام بيعلم الصبر بيعطي الصبر للطفل بيعلموا على الصبر ونخليهم ونسجعهم على الصيام ونخليهم لما بيجي رمضان كل سنة يكون عندهم عيد وواجب علينا انو نعلمهم ونوعيهم وان شاء الله رب العالمين يتقبل مننا ومنكم للصيام يا رب ويجعلوا بميزان حسناتنا وبتمنى الفيديو كنا لأعجابكم فالان سننتقل الى دولة الجزائر ومن خلال حلويات البي التي ستقدم لنا المعلومات المفيدة القيمة كيفية تعليم الصوم للأطفال ولا تنسوا متابعة قناتها وضع لايك واشتراك وكمنت ستجدون ان شاء الله في صندوق الوصف قناتها الجميلة جدا والمميزة ومشاهدة ممتعة لقناتها هناك سلام عليكم جميع الحبيبات ومشاهدين الأعزاء والكرام معكم أخذكم حلوية البي مثل ما عودتكم كل أسبوع نتكلم عن موضوع موضوعنا اليوم هو عن تعليم الصيام من رمضان لأولادنا الصغار يلا حبيباتي شوفوا صوم شهر رمضان من كل عام هو صوم مفروض على المسلمين بالإجماع وهو أحد أركان الإسلام الخمس وأفضل أنواع الصوم للحديث القديسي باللفظ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبه إلي مما فردت عليه حبيباتي لازم نعلم أولادنا الصوم من الصغار لكي يتعودوا عليه مثلا لما كنا صغار أو أمهاتنا وأبهاتنا يعلمونا الصوم ما كنا صغار مثلا كنا لما يجي شهر رمضان الكريم وإحنا كنا صغار يصومونا من الصبح إلى 12 دهر بعدين يفطرونا غدا يفطرونا من الصبح إلى 12 دهر بعدين يصومونا من 12 حتى المغرب كذا مشان نتعلم شوي شوي وصرنا نصوم والحمد لله ومثلا إحنا عدنا في الجزائر كمان في المدارس يعلموا الأولاد الصغار يعلموهم كل الحاجات الدينية السوم الرمضان السوم رمضان الصيام الاحترام كل شيء كل شيء المهم إحنا رح نعمل هالفيديو إن شاء الله بتشوفوا كثار ناس ويتشاهد ومشان تعمل فائدة أما الآن سننتقل إلى الأردن ومن خلال قناة بيسان التي ستقدمنا جميع المعلومات المفيدة جدا والقيمة عن كافية تعليم الطفل الصوم منذ الصغر لا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها الجميلة جدا والمميزة ستجدونا إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهدة ممتعة لقناتها هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مطبخ بيسان من الأردن بتمنى تنورون البنات المتواضعة واليام الموضوعنا إن شاء الله عن تعليم الصيام للأطفال كيف نشجحهم ونحببهم بالصيام طبعا أنا ببلش بالطفل تدريجيا بالصيام بقعوش بنشجوا على الأشياء مفيدة بنفهموا شي يعني للصيام الرسول أمرنا فيه بنخلي الطفل يصوم من فترة الصبح لفترة الظهر هاي بنسميها صامت العصفورة بتشجحوا بنصحي على الصحور معنا نفس الإشي بتشجع بس يشوفنا كنا أيمين على الصحور بيبلش تدريجيا الطفل يحب إنه أشي يعني للصيام وإشي مفيد للجسم الفترة الثانية بالأسبوع الثاني بنخليصوا من فترة الظهر للعصر من الظهر للعصر أسبوع من الصبح للضهر والأسبوع الثاني برمضان بنخليصوا من الظهر للعصر هيك الطفل بتشجع ما بتعب بتحفزيه على إشي مفيد حتى كمان جسمه ما يتعبش بتخلي مثلا بيجيب له إشي مفيد هو بيحبه كتير بتحديده بالصوم أما الآن سننتقل إلى إسبانيا ومن خلال قناة سيهام والتي ستقدم لنا جميع المعلومات والقيمة جدا والمفيدة عن كافية تعليم الطفل الصوم منذ الصغر لا تنس وضع لايك واشتراك وكومنت ستجدونا إن شاء الله في صندوق الوصف لقناتها الجميلة جدا ومشاهدة ممتعة لقناتها هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء أهلا بكم معنا في تجمعنا تجمع الأحبة معكم سيهام من قناة سيهام إسبانيا مثل ما عودناكم كل أسبوع نتكلم عن موضوع جديد وموضوعنا لهذه الأسبوع ألا وهو الصيام فشهر رمضان يا أحبائي فهو شهر التسامح والغفران وقراءة القرآن فمن الواجب علينا نحن كمسلمين الصيام وكذلك تعليم الصيام لأولادنا منذ صغرهم وكذلك تحفيزهم على قراءة القرآن فالصيام يا أصدقائي فهو أمانة في أيدينا واجب علينا تأديتها وكذلك تعليمها الأولادنا منذ صغرهم لأننا سنحسب عليها يوم الدين فمن الواجب علينا تعليمهم الصيام منذ الصغر حتى يتعودوا عليه ففي الفداية واجب علينا تحفيزهم على الصيام المتقطع يعني لمرحلتين أو لثلاث مراحل في اليوم والآن يا أحبائي أتمنى أنكم تكونوا استفدتم معنا وإلى الملتقى في فيديو قادم إن شاء الله مع ألف سلامة كنتم مع سهام إسبانيا أما الآن سننتقل إلى السعودية ومن خلال قناة كوكي كيتشين والتي ستقدم لنا إن شاء الله جميع المعلومات القيمة جدا والمفيدة عن كيفية تعليم الطفل الصوم منذ الصغر ولا تنس وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها الجميلة جدا والمميزة ستجدون رابطها إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهدة ممتعة لقناتها هناك السلام عليكم أجمل متابعين في الدنيا كلها معكم مكريم من قناة كوكي كيتشين برحب بيكم يا ريت تزوروني في قناة المتوضعة النهاردة حبايبي هنتكلم على شهر رمضان الكريم وإزاي نعلم أولادنا فضل الشهر الكريم وإزاي نعلمهم الصيام في الشهر الكريم دوت واللهم أبلغنا رمضان يا ربي ويعيدوا علينا باليوم والبركات علينا جميعا وإزاي إن إحنا نقول لهم إن دوت فرض فريضة علينا فرضها ربنا صحنا وتعالى علينا هو ركن من أركان الإسلام وهو الركن التالت وكمان إن ربنا صحنا وتعالى هو اللي بيجزي عنه يعني كل واحد ربنا هو اللي شايفه وهو صايم ولازم نعلم الأطفال الصغرين كده عشان ما يضحكوش علينا أو إن هم يقولوا صايمين ويشربوا من ورانا أو يقلوا من ورانا لازم نعرفه من ربنا هو اللي شايفه أو هو اللي شايفها وغير كده ربنا هو اللي هيجزيها عن صيامها مش إحنا وإن كمان فيه باب في الجنة اسم باب الريان اللي هيدخل منه الصايمين وإن نعلمهم حاجات كتير للفضل الصيام وكمان نعلمهم من صغرهم من أول سن خمس سنين ست سنين أو ثمان سنين نبدأ أول حاجة مثلا ربع يوم خمس ست ساعات بعد كده نص يوم بعد كده اليوم كله أما الآن سننتقل إلى فلسطين ومن خلال قناة وومن أورت والتي ستقدم لنا جميع المعلومات القيمة جدا والمفيدة عن كيفية تعليم الطفل الصوم منذ الصغر ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكمانت لقناتها ستجدون إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهدة ممتعة لقناتها الجميلة جدا والمميزة هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا اسم قناتي وومن أورتس ومقيمة فلسطين بتمنى تنوروني في قناتي المتواضعة هنتكلم اليوم عن الصوم وكيف نخلى أطفالنا يصوموا بالتدريج لابد من تعليم أطفالنا الصوم منهم صغار حتى يتعودوا على الصبر والتحمل طبعا بنعلمهم من سن خمس سنوات ولكن بيكون بالتدريج يعني أول يوم يصوموا ساعة أو ساعتين لكتير ثاني يوم يزودوهم ساعة ثالث يوم يزودوهم كمان ساعة وبهيك منتدرج في زيادة في عدد الساعات وبنكون عودناهم على الصوم فترة أطول وكمان لابد من نتشجيعهم على الصوم سواء تشجيع مادي أو معنوي يعني تشجيع المادي بيكون تحفيز مادي بيكون بيعطاهم فلوس أو حلويات أو أي شيء بيحبوه لصغار ومعنوي بنحفزهم بكلمات حلوة وبهيك بنعطيهم الثقة بأنفسهم ومنعمل منهم جين ناجح ونافع للمجتمع ومتدين إلى اللغاء أما الآن سننتقل إلى إيطاليا ومن خلال قناة دينا فود ديستريك والتي ستقدم لنا جميع المعلومات المفيدة جدا والقيمة عن كافية تعليم الطفل الصوم منذ الصغر ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لقناتها الجميلة جدا والمميزة ستجدون إن شاء الله في صندوق الوصف ومشاهدة منطعة لقناتها هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزاي وكم عاملين إيه؟ أنا دينا من قناة دينا سويد سيكرت أحب أتكلم معكم النهاردة عن الصيام للأطفال الصيام للأطفال هو طبعا مش هم مجبرين عليه لكن لازم نعودهم علشان يجبروا ويطلعوا يقدروا يصوموا زينا المدة الكافية للصيام والمدة المفروضة علينا في الأول لازم نعودهم يصوموا لمدة ساعة لمدة ساعتين على حسب مقدرة الطفل بيختلف من طفل للتاني كل طفل ولوه مقدرة على إنه يصوم قد إيه في طفل يقدر يصوم ساعة في طفل يقدر يصوم ساعتين كل واحد على حسب طفله يقدر يصوم قد إيه بس من واجبنا إحنا كأمهات إن إحنا دايما نعودهم على الصيام وإن هم يعرفوا يعني إيه رمضان ويعني إيه الصيام ويعني إيه إنه هم يصوموا عن الأكل وعن الشرب وعن كل حاجة بس مش على حساب صحتهم يعني ما ينفعش نجبر الطفل إنه هو يصوم فترة أطور من مقدرته أنت طبعا هتبدأي معايا مثلا أنت النهر ده يا حبيبي صايم لمدة ساعة قدر يصوم الساعة دي يصومها لو ما قدرش نستنى عليه ونمهد له مرة مع الثانية هيقدر إن شاء الله وكانت هذه معظم القنوات التي قدمت لنا جميع معلوماتها القيمة جدا والمفيدة وعن خبرتها في تعليم ابنائها الصوم أتمنى قد استفدتم من كل هذه المعلومات في كيفية تعمل تعليم طفلكم الصوم منذ الصغر ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لقى هذه القنوات ستجدون رابطها إن شاء الله في صندوق الوصف هناك وأتمنى قتمتعتم بمشاهدة هذه الحلقة نصام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر لهما تقدم من ذنبه الصوم هي فريضة علينا فيجب علينا أن نصوم كانت معاكم أمان الترتير من قناة أمان الترتير من أمريكا أتمنى قد تمتعتم بمشاهدة الحلقة ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت لجميع القنوات الموجودة في هذه الحلقة ومتابعة الحلقات السابقة ومتابعتنا إن شاء الله في الحلقات القادمة أتمنى قتمتعتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أمان الترتير ترجمة نانسي قنقر